اشتركوا في القناة وانتشار الامراض وده طبعا بجميع اختلفتها كمان بيرجع تاريخ انطلاق الحال ما دي عالميا لعام 2008 وده كان اثناء الاحتفال السنوي بالاسبوع العالمي لغسل اليدين ده كان في ستوكهولم يوم 17 و23 اغسطس كمان احتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين المرة الاولى كان يوم 15 اكتوبر وعملوا اجرى التركيز في اليوم العالمي لغسل اليدين على الاطفال لهم من الطبقة اللي عندهم حمس وعندهم افكار جديدة وحاجات كتير بيرعبوا في الاتربة في الجنين بيرجحوا يعني عندهم طاقة وحيوان هم يقدروا يعملوا حاجات كتير فبالتالي ممكن يمسكوا حاجات كتير جدا مش نظيفة فيها بكتريا كتير جدا واحتشد اكبر عدد من الطلاب المدارس لغسل ايديهم بالماء وصابون وده كان فتاة اكتر من 80 دولة هيا انهاردة بينورني ديوفنا الاستاذة سالي خايرت هي احدى المنظمين بالاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين صباح الخير يا سالي اهانا صباح كمان بيكون بعانا نهاردة دكتور عاطف دونيا هو استاذ طب الاطفال بجامعة الازهر ومشارك في الحملة صباح خير يا فهلا اهلا يا فهلا اهلا بيك طبعا نهاردة يا سالي واستاذ دكتور عاطف عايزين اتكلم عن الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين النهاردة تكلموني كده على الاحتفال هيكون فين الاحتفالية هتبدأ دوها هتبدأ دوها في ايه هتبدأ دوها فين وهيكون مكان الاحتفالية وبرنامج الاحتفالية يكون عملا ازاي طيب زي ما انت قلت اليوم العالمي الغسيلي لإدين دي مبادرة ابتدت في 2008 80 دولة في نفس اليوم النهاردة كله بيحتفل باليوم العالمي الغسيلي لإدين كله احنا بنحاول بنطارجت ملايين من الأطفال احنا النهاردة في مصر ومصر برضو واحدة من التمانين دولة مشاركة اليوم العالمي الغسيلي لإدين والنهاردة في سائل التصاوي عزمنا أكتر من 4000-5000 طفل من مدارس مختلفة عشان نجي نعلمهم وعايزين نخلق العادة غسيلي لإدين بالصابون عند الأطفال وهي دي الحاجة اللي احنا محتاجين بنحاول ننميها من 2009 بنحاول النهاردة هيبقى عندنا برامج مختلفة الفكرة ان احنا قلنا مش يعني لما تيجي تكلمي أطفال انت محتاجة تكلميهم بطريقة عملية شوية وفيها فيها تكنيك شوية بالذات وبالطريقة بكلامهم ان هي تكليك معاهم وان هي بالعكس يبقوا حسن ان هي experience أكتر من هي ان احنا بنقولهم لأ لازين تخسلي قديكو فاحنا في السائل التصاوي نهاردة عندنا هنبتدي مصلحات عرائس بالعكس احنا عملناها السنة اللي فاتت ويعني الاطفال اتبسطوا لها جدا هي زي اكناها محكمة وان الجرسيم رفع قضية على الصابون انه بيقتلها وبيقتل عائلتها فان هي بتوصل قوي للاطفال وبالعكس بيتجاوبوا معاها قوي وبتفضل تثبت معاهم وده اللي احنا بنحاول نوصل له وبعد كده هيبقى عندنا العاب مختلفة كلها ليه علاقة بالجرسيم والصابون انه برضو ان هي تثبت المعلومة عند الاطفال وحيبقى عندنا كمان زي لوحات هيبتدوا يرسموا كل طبعاتهم عن الصابون والمية انه عايزينهم يشاركوا معنا على قد ما يقدروا بطريقة ابداعية عشان برضو تكليك مع الاطفال اكتر ودي طريقة الحقيقة فعالة جدا انا كنت عايزة اسألكو تفتكروا انه توعية الاطفال او ان احنا نقدر نخلق جيل جديد بيهتم بالنظافة وبنظافة اليدين هل تفتكري من خلال توعية الاباء المدرسة بيجي من خلال البرامج التلفزيونية للاطفال بصي احنا اكتر طريقة لقناها واثبتت ان هي بتنفع هي ان انت تكلمي مع الاطفال على طول لان انت تغيري العادات بتاعة الاطفال اسهل بكتير اوي من ان انت تغيري العادات بتاعة الاباء والاطفال ليهم دلالة على بالعكس هم اللي ممكن يقنعوا اهليهم اكتر فعشان كده احنا مهتمين اوي بالمدارس احنا من 2009 بنحاول ننزل المدارس ويكوفرد حوالي نصف مليون تلميز لغاية دلوقتي بنحاول نوصل لهم على قد ما نقدر بنروح النوادي بنروح كل الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها الاطفال ونحاول نوصل لهم زي ما نقترك المسج بطريقة مختلفة عشان تثبت معهم وبالعكس بمتحمسين ويروح يحكوا عليها الاباء لأهليهم طب دكتور عاطف ايه هي بقى الاهمية اللي بتتمثل في الاحتفال بيوم زي ده اجتماعيا وطبان بما ان حضرتك طبيب طبعا بعد المقدمة اللي قددتها الأستاذ سالي عن قيمة الاحتفال بيوم العلامي وغسيل ايديين ومشاركة مصر في اليوم ده ده حاجة جميلة جدا جدا ولها تأثير ايجابي وفعال على مستوى الفرد والمجتمع والعالم كله بذلك لأنه وبصينا لانه قول القاعدة مش كل ايد ظاهريا نظيفة سليمة ممكن تبقى اليد ظاهريا سليمة بس مليانة بالجرسيم والبكتيريا والميكروبات ومن اسهل وابسط الطرق للتخلص من هذه الميكروبات اكثرها فعاليا واقلها تكلفة غسيل اليدين بالمية والصابون وبذات لو الصابون يحتوي على مادة قاتلة البكتيريا هيعمل لي ايه؟ هيقديل على كل البكتيريا دي وبالتالي لو مساكتها كسيكونس او خطوة بعد من قتل البكتيريا هيمنع نقل المرض ايه الامراض اللي ممكن تنتقل بطريق اللمس امراض الاولهم على قيمتهم امراض الاسهال في الاطفال بالذات في الاول 4-5 سنين من العمر وديك احصيات بالارقام ومشاكلها على مستوى مصر امراض الجهاز التنفسي نتيجة تلوث اليدين بالبكتيريا بالفيروسات بالميكروبات امراض التهابات الجلدية باللامس كلها امراض التهابات العينين والتراكومة دي مشاكل الدنيا لا تعد ولا تحصى فيها ودي ممكن حاجات كسي يجب يعني منها الاطفال طريقة سيمبل وبسيطة جدا لو انا عمقت فكرة غسيل اليدين بالمية والصابون بالذات في الاطفال على مستوى الفرد وبعد كده على مستوى المجتمع وبعدين على مستوى الدولي دي نقضيط على مشاكل كبيرة جدا وبطريقة ما تكلفنيش بدل ما ألجأ لتطعمات ألجأ لتستخدام مضادات حيوية ألجأ لتستخدام أدوية برضو فكرة أبسط ما يكون لو عرفتي ان امراض الجهاز ان الاطفال عندي في مصر بالذات 5 مليون طفل اقل من 4-5 سنوات الطفل في المتوسط العادي يصيبه من 3-5 نزلات إسهال في السنة يعني متوسط 4 نزلة يعني عندي 20 مليون نزلة إسهال في السنة لو 20 مليون في تكلفة النزلة الواحدة 50 جنيه على الأسرة يبقى دخلتلي في مليار جنيه صحيح غسيل اليدين بالمية والصابون اللي يحتوي على مد قتلة البكتيري هينزل لـ 50% من النسبة يعني حذك مع المقولة عشان كده أنا عايز أرف حذك مثلا شاركت في اليوم العالمي هل أنت مع المقولة اللي بتقول أنه غسل اليدين بالماء والصابون بعد وقبل الأكل أيوة ما نقول لحضرتك كمان بعد استخدام دورات مياهوة ما ندينا بقول لحضرتك أول حاجة هي كنحية علمية أمراض الإسهال أمراض الجهاز التنفسي نفس الفكرة ده هو بيقول أنه ممكن القصة غسل اليدين بالماء والصابون قبل أي حاجة من عالي سواء حاجة أو دورات مياه بنستخدام أو أي شيء من العب بس حاجات لازم الناس تحطها في دماغها وكل يعلم قبل الأكل أو لمس الأكل بعد الأكل بعد الخروج من الحمام للأمهات وهي بتغير الحفاية للأطفال معرض الإداءة تتلوث وللأمهات وهي بتغسل مقعدة أو بتنظف تفلها من الآخر دي أبسط الأمور دي الإضافة لعامة للناس إنما ممكن بقى بنستخدمه عاملنا دوات ودورات تدريبية في المستشفيات في الرعايات المركزة في الحضانات في وسائل من أن تقلل عدو يعني غاسق دين بالماء والصابون ده ممكن يحمي الأطفال أو يكون بديل للتطعيمات لا مش بديل مساعد مساعد عشان ما قدرش أقول بديل دي حاجة ودي حاجة عامل مساعد لتنين مع بعض مش هنرغي التطعيمات بس 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 يساعد طبعا جدا في أنه وانا بحسبها كتكلفة تكلفة ما فيش عندي لا تذكر وتأثيره كويس جدا ساني قوليلي إيه اللي هيحصل النهاردة في الاحتفالية باليوم ده السانيدي إن شاء الله بصي واحنا السانيدي زي ما حكيت لك البروغرام بتاع اليوم العالمي الغسيلي لدين اللي احنا حنحاول اللي احنا يكون فيه وهيبقى البروغرام عامل زي هو أجان هو في سائي تصاوي والسائي بصراحة سعدونا كتير قوي إن احنا نقدر نوصل لأكتر عدد من من الأطفال وإن هما سعدونا بالمجهود بتاعهم الزيتي إن هما نحاول نقوم اليوم ونوصل لأكتر عدد زي ما قلت من دلوقتي كمان احنا برضو المجلس المصري للأطباء ساعدنا كتير برضو إن احنا نوصل للمدارس ونبعد دكاترة يدو زي حملات تعليمية عن غسيل الإدين السانيدي اللي احنا بنحاول نعمله مختلف إن احنا عايزين بننفولف الطفل أكتر إن احنا عاملين حاجة إن هو زي بيج بورد بيضة كده مكتوب إن هما الأطوال هيحطوا قديهم في الألوان وحيبصموا إن هما يتعهدوا إن هما يخسلوا قديهم قبل الأكل بطريقة مغرية جدا عشان كده ببالك احنا بنحاول على قد ما نقدر نخليهم يعيشوا التجربة عشان تقدر يعني تلزق الفكرة معاهم فإحنا بنحاول نعمل الموضوع ده وإحنا جربناه في النوادي كده وبالعكس يعني لقى ترحيب من الأطفال بطريقة مش طبيعية وكلهم بقى بيتخانوا عايزين يلعبوا بيرسموا فإحنا يعني بنحاول يعني بنحاول نكرياتل عبت إنه لازم تخسل إيدك قبل الأكل فهي دي المسج اللي احنا عايزين نوصلها النهاردة عن طريق اليوم العالمي غسيل إيدين متنساش تخسل إيدك قبل الأكل وحرك بتكون معاهم برضو في الحملات دي ولا بتشارك بإيه بالزبط اللي أنا شاكر كمادة علمية وطبية وبرضو مساعدة إنه إحنا بننشر الوعي بين الأطفال زي ما بيقول المسأل كده التعليم في الصغر كن نكش على الحجر يعني أنا لما علم طفل هابت كويسة من صغره بتفضل ماشي مع طول عمره مصبوط صعب إن أنا علم واحد بعد ما في هابت صغر مش نقول بقى ده هابت سوال حاجة في دماغه إن أنا أجيب له فكرة جديدة إنما الطفل ده أحسن واحد تبدأ تعليمه خلاص ستبقى الهابت بتاعته غسيل إيدين قبل الأكل وبعد ما يخرج من الحمام وكل ما كنا عاملين بريزنتيشن مرة وقات لنا بعد سمهامار جرت فيشر دي أكبر واحد على مستوى العالم في أمريكا قدت محضرتين هنا في مصر عن غسيل إيدين سنة 2009 والألفين وتمانية قالت الفرض العادي لابد أن يغسل إيدين في اليوم من عشرين لتلاتين مرة لأنه عملية غسيل إيدين بتاخدش قبل من عشرين لتلاتين ثانية ولها ستيبس وخطوات معينة جدا وعملت ديمونستيريا عشان بسيط لما نعلمها للأطفال خلاص أوتوماتيك كل ما يمشي في أي حتة مش لازم قبل الخمسة قبل الأكل دي الأساسيات قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الحمام وعند التغيير إنما في كل حاجة لو ماشي في شارع دلوقتي تراب الغبار العفار اللي في أدية وجيت غسيلة هتلاقي ديك الصابون نازل مش نظيف أه طبعا أكيد سيري وفي بديل للصابون يعني مثلا الوايبس الجديدة اللي طالعة في المناديل والحاجات يعني إنما الأفضل طبعا السكراب والهند واشنج والكلام ده بالصابون واللي بنميز برضه اللي يحتوي على مد قاتل البكتيريا إنما لو صابون عادي ومش متوفر تاني أوكي ما فيش مشكلة آه يعني احنا كمان مش بنخسر إيدينا بأي صابون لا يستحسن الصابون اللي معتوي على مد قاتل البكتيريا كأنت سبتك تمام ده ما موجود طبعا في أي صورة إن كان صابون أو حتى سائل صابون سائل أو أي صورة منه وإن شاء الله أنت خلاص هتعملوا الحفلة وبعد كده بقى إيه الأفكار الجديدة إن شاء الله اللي هتحققوها لحد السنة الجاية إن شاء الله بصي الفكرة إن إحنا فعلا هي مش بس اليوم العلامي غسيل الإيدين يعني هي بس مش هو يوان exactly هو دي زي حاجة بنحاول نعملها ongoing طول السنة إن إحنا زي ما قلت لك إحنا عايزين ننزل للنوادي إحنا بنروح المدارس إحنا يعني بس اليوم العلامي غسيل الإيدين هو ده المبادرة العالمية اللي بنحط اللي بنحاول نوصل رسالتنا لمصر كلها عن طريقه فإحنا يعني وإحنا ملتزمين إن إحنا نوصل لأكتر عدد حتى يعني إن شاء الله إحنا البلانت عددنا إحنا نحاول نوصل لحوالي 3 مليون تلميذ يعني على مدار السنتين الجايين فإن شاء الله إحنا يعني بنحاول عشان إحنا بجد مؤمنين برسالة إنه الإيدين النظيفة دي ممكن ت بالضبط إن هي تحمي حياة الأطفال فعشان كده ويرفاركين إن إحنا نستمر في الحملات دي على طول لأ وبجد يعني والأفكار اللي بتحطوها للأطفال دي حاجة هيلة جدا بس أكيد الكبار برضو محتاجين شوية التوعية عارفة فيه ناس برضو أكيد ما بزات زي زي الدكتور تعقيبا برضو على كلام سالي لازم تعاون وتضافر كل الجهود على مستوى الدولة يعني إحنا مثلا هنلجأ للمدارس فيه ناس بتشتغل وبعد المدارس شغل ما تخصيش ووسائل العالم لازم تكون متعاونة معنا مع الناس المبادرة اللي بتقوم بها أي شركة ولا أي جمعية ولا أي جهة خيرية يعني هواس دول التنبيه ده مش هيبه للأطفال بس أنتوا عمين كمان للجنزيشن الكبير شوية لزعبت على مستوى الدولة تتعاون فيه وسائل الإعلام رجال الصحافة السياسيين القادة المدارس المستشفيات كل في تجمع ينشر الثقافة دي بين الناس أنا بقول للأطفال لأنه مدى أكتر فئة ممكن تأثير عليها إنما هو ينطي إن أنا منشورهاش على كل مستوى المجتمع جميل كل واحد في بيته في منزله في شغله في مستشفياته في مكتبه يعني دي حاجة عادة سيئة عادة سوري عادة جيدة طب بقول كل حاجاتك أنا مشكورك جدا مجدد دكتور عاطف على وجودك معنا النهاردة وسالي جود لك إن شاء الله الفترة اللي جاية دي تأعمله مشاريع كويسة جدا وتتقدمه أكتر وأكتر معنا عاطف نهارك سعيد إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا مشاهدين كان معنا سالي خيرت هي أحد المنظمين بالاحتفال اليومي العالمي لغسل اليدين والدكتور عاطف دونيا أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر ومشارك كمان في الحملة هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسه مكملين فقراتنا ونهاركم سعيد